أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية ونعمة وسلام المسيح لجميعكم اليوم حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم عن ألوهية يسوع المسيح من العهد القديم من العهد القديم العهد القديم المقصود يعني من التوراة والأنبياء والمزامير هكذا كانوا يقسمون أصفار العهد القديم والكلمة المستعملة حتى يومنا هذا في اللغة العبرية تناخ تناخ ترات نفئيم اكتفيم ترى نفئيم يعني الأنبياء اكتفيم الكتابات فهذا هو تقسيم العهد الجريد فنرح أتكلم عن ألوهية المسيح من العهد القديم لكن اسمحوا لي في البداية أسرد بعض الملحوظات المهمة حتى ننتبه للآيات اللي رح أتكلم عنها من العهد القديم أول ملحوظة ألوهية المسيح لهوت المسيح طبعا ليست من صنع المسيحيين يعني مش فبركة والاختراع مسيحي عملنا المسيح إله لو إنه المسيح أو قلنا إنه المسيح إنسان وعملنا إله لكان هذا كفر وجحود أما المسيح يختار أن يتخذ جسد من أجل خلاص الإنسان ومحبته الشديدة والعظيمة للإنسان هذا بيقودني للعرفان والجميل والشكر لأنه هل يقدر الله على فعل هذا الأمر طبعا هو القادر على كل شيء شيء آخر ملحوظة أخرى اللي عاوز أتكلم عنها كثير من أحبائنا المسلمين كثير مرات بيخلطوا الموضوع بين لما بنتكلم عن إنسانية المسيح وعن لهوت المسيح فبيجيبوا آية ها شايف كيف هاي الآية بتقول إنه المسيح إنسان طبعا أي إنسان بيقرأ العهد الجديد لابد أن يصطدم بهوية وشخصية يسوع المسيح الكامل ولابد أن يتساءل من هو هذا حتى الجموع سألت من هو هذا فالنتيجة أحبائي كثير مرات بنخلط بين إنسانية المسيح وبين لهوت المسيح فمثلا كنت بتكلم مع شخص بقول لي شايف في إنجيل يحن مكتوب أو قال يسوع وأنا إنسان قد كلمتكم طب ما حتى هو بقول عنه عن نفسه إنسان وهل في أي مسيح لا يقول إن المسيح يسوع هو إنسان نعم هو إنسان كامل بلخطية لكن في نفس الإصحاح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فبتشوف إنسانية المسيح وبتشوف لهوت يسوع المسيح وهذا مهم جدا هذا يعني ما ننادي به كمسيحيين وجماعة المسيحين مش جماعة متخلفين مش عارفين نفهم كتابنا ولا عارفين نفهم شخصية يسوع المسيح خلي بالك إنه إحنا في عنا علم بيسموا علم النقد يعني إنك فيك تدرس كلمة الله وتدرسها وكثير ناس لا تتطفق مع كلمة الله لكن اللي عاوز أقوله فيه يعني معلمين باحثين علماء اللي إذا درست كل الإختراعات وكل العلم اللي تطور هو من علماء مسيحيون آمنوا فعلا بيسوع المسيح الكامل إنسان كامل وإله كامل ما هي مجرد فبرة كمسيحية وآه المسيحيين جماعة من المساكين ضيعين مش فهمين وين الله حاطتهم لا 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 المسيح يبحث ويفتش ويدرس وشخص عقلاني بيدرس العهد القديم بيدرس العهد الجديد بيدرس تاريخ الكنيسة بيدرس هوية يسوع المسيح ثم يأتي إلى الاستنتاج العظيم إنه إما أن يؤمن بالمسيح المخلص أو يرفضه رفضا باتا هذا ما نتكلم عنه بكل وضوح شيء آخر مرحوظة أخرى كثير مرات أننا نحاول نفسر أمور بالقرن الحادي والعشرون بدون أن نفهم التاريخ المعاصر ليسوع المسيح من هم اليهود اللي كانوا في أيام المسيح هل فعلا كانوا متعصبين؟ هل كانوا مؤمنين؟ شو نوعية إيمانهم؟ هل كانوا يؤمنون بالله؟ فاليهود يعني إحنا لازم ندرس كيف اليهود فهموا كلام وشخصية وهوية يسوع المسيح في تلك الأيام وإحنا عارفين أنه اليهود شخص متعصب جدا أنا أتكلم عن المحافظين أو اليهود الأرثوذوكس محافظين جدا وحتى أنا عشت في الأراضي المقدس وعشت في القدس ست سنوات وكنت بشوف منطقة الهيكل اللي هو الحائط الغربي وبتشوف طبعا اليهود وهم يصلون وهم يحافظون ويمارسون على النموس وكلنا ما اتفقين إذا في أي شعب في هذا الوجود على كرة الأرض بحافظ على هويته وإيمانه بالله الواحد هم اليهود لأنه حتى لما بتدرس الديانات والكتب ما تسمى الكتب السماوية أو الديانات السماوية بتشوف فيه خلل بكتير من ديانات لكن بتشوف أن اليهود محافظين جدا على هذا الموضوع وكان مدركين جدا لأنهم أزكياء أنه لما كان يسوع يتكلم كان يفهمه بيعرفوا بيت القصيد بيعرفوا ما هو المقصول فإذا أحبائي مين أولى أنه يفهم هذا الموضوع الجماعة اللي كانوا معاصرين ليسوع المسيح ولا مجرد جماعات أخرى اللي بترمي وبتزد أي كلام التي تنادي بتحريف الكتاب وتقليل من أهمية يسوع المسيح اليهود فهموا النبوات فهموا الكلمات فهموا التعبير فهموا إيش كان بيقصد يسوع المسيح لما كان بيتكلم شيء رابع منحوزة رابعة إذا أراد الرب أن يعلن عن ذاته بهذه الطريقة هل يقدر أن يعلن عن ذاته أن الإنسان المخلوق على صورة مخلوق على صورة الله فإن الله يتخذ جسد إنسان لخلاص الإنسان وهل هذا شيء صعب أو مستحيل على الله وهل إذا هذا الجسد يعني اللي اتخذه يسوع المسيح هل حجب اللهوت اللهوت لا تحد جسد ولا مسافات ولا سموات ولا أرض فواضح لما بتقرأ الإنجيل المقدس بتشوف أن يسوع المسيح كان قادر على كل شيء حاضر في كل زمان ومكان وتخيل أنه عم بطالب أنه لما تصلوا يعني أنا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط يعني تخيل كم من الملايين الاجتماعات التي تعقد يوميا يسوع موجود حاضر في كل مكان في كل زمان هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فإذا هو غير محدود بأي أسلوب أو طريقة نفهمها فأفضل أسلوب وأفضل طريقة أنه نرجع للكتاب المقدس فأفضل أسلوب أو طريقة نفهمها